مرحبا كيف حالكم؟ أنا أحب أوريذرك اليوم هاي نزالين مختلفين لنفس البطل هذا النزال الأول اللي الآن بده يبدأ موقعه في اللاذقية في سوريا في بطولة العرب للفول كونتاكت نظام الكيك بوكسينج وانا بنحب نوضح للمشاهدين أو المتابعين عندنا انه الاثنين بلعبوا اسلوب بسمول فول كونتاكت في الكيك بوكسينج في وزن 75 كيلو جرام بننبين أهمية السرعة والانقضاء على الخصم وقوة اللكمات والركلات والشغلة الثانية بنفاهمها للجميع شو بيأثر قوة اللكم وشو قوة الاندفاع شو بتعمل بالإضافة إلى سلبياتها أو السلبيات اللي رافقت الكابتن محمد سلامة في عملية الهجوم اللي هي عدم القدرة على التنقل وأخذ الخطوات بالزوايا الصحيحة مع أنه الإصابات مباشرة زي ما بشاهده في اليد القوية بشكل جيد في الوجه بالفك مباشرة للاعب الركن المقابل اللي هو فعليا لابس الخوضة السوداء اللكمات مباشرة تصل للفك اللاعب منتخب العراق الآن قاعد بتفادى وعنده خضرة على التحرق نفذ من كثير لكمات ولكن الإصابات كانت مباشرة لفكه مشكلة الكابتن محمد سلامة كانت في اللي هو لابس البنطالي الأحمر الركن الأزرق اللي هي المشكلة كانت وأنا هنا منقدرها بالتحرق كان سيء جدا وما عنده قدرة على الانسحاب كله عبارة عن دخول فقط ما عنده مناورة جيدة غير فيما كانه ثابت المناورة احنا منقصد ما منقصد في الجزء العلوي ولكن منقصد في الجزء السفلي من الأرجل في مناورة في لكم مناسب في الجزء العلوي ولكن عدم الانتقال بالأقدام في الزوايا بالشكل الجيد والمناسب أدى إلى الاشتباك والمسك وتخريب اللقمات في أكثر من زاوية وإنه هاي الإشارة مهمة أنه نتابع للخصم حتى الركلات كانت يعني فيه مع الركلات كان فيه عدم تركيز أو عدم قدرة على أخذ وضعية الجسم بالشكل الصحيح اللقمات مصابة مجيدة جدا وقوية ومؤثرة راح نشوف هاي تتابع اللقمات المتواصل لهذا البطل العراقي الآن هاي لقمة أيضا كمان كادت أن تفقد الوعي ولكن الكابتن محمد سلامة هاي الآن بلش اللاعب يفقد وتوازنه مع نهاية الجولة الأولى وتأثر كثير من الإصابات الآن بداية الجولة الثانية احنا منشوف هاي اللقمات مباشرة والآن لقمة مباشرة أيضا أدت اللطاحة فيه وأتعبته جدا وهي العد الحكم الآن قاعد بعد عليه عدم القدرة على التنقل أو الضعف في التنقلات هاي نقلة والتسجيل كان مباشر إيد ورجل وهي كمان لقمة كانت خلف الرأس بسبب اللي هو احنا كنا بنحكي عنه نقطة الضعف التنقل كان سيء جدا ولكن تزديد والقوة غطت على هذا العيب خلنا نحكي الآن قاعدين احنا بنشاهد عملية التسجيل وهس الحكم بريح في الخصم حتى يأخذ الوضع أو التفادي كان جميل وجيد واللكمات متواصلة وتابعة ولكن عدم قدرة على التنقل بالشكل الصحيح أدى إلى النزول بالرأس وإيقاف الحكم من يزال الآن كمان هجمات متواصلة من الكابتن محمد سلامة وقاعد بحاول يصل لفك اللاعب ويحاول يسقط ضرب قضية والآن هي المباراة في نهاية على الأغلب الخصم انهار جدا من اللكمات المتواصلة والآن قاعد بعد الحكم ويحاول الآن أنه يعد عليه عدة ثاني اللاعب هنا فقد وعيه الآن هاي الحكم بفك عنه هاي الآن وصل لمرحلة الإعياء التام الخصم اللي لابس الغوذة السوداء والكابتن محمد سلام ما هيك بكون أنهار نزال بالضربة الفنية القاضية والخصم هنا فكه وكهير صاب وداخل فقد وعيه ولكن في عيب كان واضح عند الكابتن محمد سلام اللي هي عدم التنقل في الرجلين والاعتماد على اللكم فقط الرخل كان عبارة عن جزء بسيط ولكن هذا لا يعني غطى عن شيء وهنا كان هنا أول فوز إلو في بطولة العرب وكان أول مشاركة عربية وكان مقدار مقدار التحذير إلها فقط أسبوعين بعد الدراسة الثانوية وهون بيجي الفكرة إنه كيف يكون الفايتر كامل فيه قوة فيه أداء جيد وفيه حافز للدافع مية بالمية ولكن الآن بنسعى للتطوير هنا هسا الحكم برفع ايده للفوز وبحقق أول فوز في بطولة العرب هذا الإنجاز سجل باسم الأردن مع المنتخب الوطني وراء الكابتن عيسى أبو نصار مدرب المنتخبات الوطنية والكابتن علي أبو حسو مدرب منتخب الشباب والكابتن والخبير الدولي الكابتن عيسى أبو نصار الآن بننتقل معكم لبطولة العالم الكابتن محمد سلامة جاء فيها مركز أول بعد أربع نزلات قوية بننشوف كيف التحركات والقوة كيف رح تعمل انهيار للخصم مباشر طبعا اللعب العبنا هنا بنلعب معاه في بطولة العالم لعب اسمانيا فاز نزالين بالضربة القاضية والآن الكابتن محمد فايت عليه بكل قوة وعنف وأداء قوي شفت الدخول كيف كان عنيف وتسجيل لكمات متواصلة ومتسلسلة رح تعمل انهيار الخصم بأسرع وقت ممكن تدخل بقوة طلع الركل على الجسم والركل في كل الزوايا والتحركات والدخول والانسحاب كان نفقده في النزال الأول الفرق سنتين طبعا طلعناها مع المنتخب الوطني هاي البطولة شوف الأداء الفني الانسحاب من الركلات تفادي الركلات واللكم مباشر مع اللكم أو قبل اللكم وبعد اللكم الخصم قوي جدا يا جماعة ملاكم عنيف ركلاته قوية أيضا الكابتن محمد بدخله بنزه بنور مناورة مناورة شمال يمين وبتحرك على جميع الزوايا وبركل بعنف حتى ينهار الخصم الآن بنهار الخصم ضربه مباشرة على الفك أنهت الخصم مباشرة في الجولة الأولى تطلعوا كيف ينهار هاي البطولة طلعناها مع المنتخب الوطني زي ما حكينا وأنهينا على الخصم بتمنى من الجميع أي استفسار ويتابع أي استفسار يكتبه ويتابعنا دائما على محطات التواصل الاجتماعي بحيث أنه إحنا نقدر نكتب كل شي بتحبوا وتستفيدوا منه وتسمعوا وتشوفوا تحياتي سبس كرايب فعل الجرس شكرا